من ناحية السمات الشعب ومن ناحية الاهتمام التعليم الفني عديم عايزة اقول حديثا بقى اللي حصل يعني الترباط السياسية اللي حصلت في 2011 يعني حصلت في كل المجالات بما فيها التعليم طبعا والحكومات القصيرة اللي جات بعد 2011 تيقنت الى اهمية التعليم الفني نفس اللي حالك بتقوله ده ان انا لو طورت التعليم الفني هادر اطور الاقتصاد وطبعا الامال كانت اشتدت جدا وبقت الناس عندها امال كبيرة بعد 2011 ان احنا هنبقى دولة عظيمة واحنا نستهل نبقى دولة عظيمة فعلا ففي سنة 2012 احدى الحكومات مش فاكر حكومة مين يمكن شيري في اسماعيل او ابراهيم بيم لا ده كان في 2013 الاول كانت حكومة الدكتور حزم البجلاوي وبعد كده حكومة المين سمرين محلب وبعدين حكومة الدكتور الشريف اسماعيل الله يرحمه اعظم يمكن الدكتور حزم البجلاوي طلب من البنك الدولي انه هو يقيم حالة التعليم الفني في بصر تمهيدا لدراسة هل احنا قابلين نحتاجين نعمل حاجة في هذا الاتجاه ولا لا طبعا ده كان بعد التدهور اللي حصل اثناء سنة 2015 في كل حاجة فالحياة البنك الدولي بعت خبراء من جميع دول العالم بعضهم من مصر وبعضهم من امريكا وبعضهم من بلاد اوروبية واعدوا في مصر سنتين وكانوا بيسألوا الناس الطلبة مدرسين المهندسين رجال الصناعة رجال الاعمال حوالي 700 سؤال وده يعني منهجية اتبعوها في جميع انحاء العالم لتقييم حالة التعليم الفني وبناء على اجابات اللي نسموه الاستيكهولد اصحاب المصلحة في الموضوع على هذه الاسئلة بتتقيم حالة التعليم الفني والحقيقة نتيجة الدراسة ديان نشرت في 2014 ايام ما كان بيتكتب الدستور بلجنة الخمسين فكانت النتيجة بتاعة هذا التقرير الحاسل بي جدا جدا وهو انه التعليم الفني المصري بيركز على عدد الخريجين لكن لا يركز على جودتهم وانه الخريجين ما بيلقوش مصار سهل من المدرسة لسوق العمل وكمان ما بيقدروش يكملوا دراستهم التعليم العالي بسهولة مجموعة من التمويل والحوكمة بتاعة نظام التعليم الفني مش جيدة فطبعا دي كلها حاجات سلبية وطبعا بما ان ده هو الواقع فده خلق صورة سلبية للتعليم الفني في مصر بحيث انه هو بقى بالنسبة لأولياء الأمور وبالنسبة للتلمزة اللي بياخدوا الاعدادية يخلصوا مرحل التعليم الأساسي بقى بالنسبة لهم ده الاختيار نمرة اثنين الاختيار الاولاني ان انا روح تعليم سنة وعام حشان روح الجمعة طبعا لو مش جايب مجموع ما قداميش غير التعليم الفني فبالتالي ده كان الوضع طبعا يعني كالعادة في مصر لما حاجة بتعملها جهة دولية الناس بتلقص في محاكتين لقى ده الجهة الدولية مستقصدانا وناس تانية بتصدق الكلام الحقيقة انا من الناس اللي صدقوا هذا الكلام لان ما فيش سبب ان البنك الدولي يستقصدنا يعني اش معنى اش معنى مصر يعني ولو عاوز يستقصدنا في النهاية خالص ما انا لازم انظر الى الواقع بالضبط اذا ما كانش ده هو الواقع فكان انا وغيري طبعا يعني بالذات وزير التعليم السابق الدكتور طريق شوئي كان مصدق هذا الكلام كواز كده كان فيه بعض الناس بيشككوا فيه بيشككوا فيه من ناحية ايه لا احنا احسن من كده شوي ونفترض ليه ان احسن من كده ما وانا لو عايز اصلح لازم اختل حاجة كما هي ونائش الناس بتقول البنك الدولي في هذا التقرير وده حصل بالفعل